بحث سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهم الشقيقين جاء ذلك خلال لقاء السمو وفخامة الرئيس الموريتاني اليوم على هامش فعليات مؤتمر كوب 28 وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر ودوره في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي وأكد فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده ودولة الإمارات على الأصعيدة كافة بما فيها قضايا العمل المناخي معربا عن تقديره للجهود المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها على الصعيدين الوطني والعالمي في سياق متصل أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف رسميا عن الدول الموقعة على إعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام في إطار تركيزها على تسريع الجهود العالمية لدعم الدول والمجتمعات الأكثر عرضة للصراعات وتداعيات التغير المناخي وتعزيز مرونتها المناخية وقعت سبعون حكومة وتسع وثلاثون مؤسسة على الإعلان الذي يمثل التزاما جماعيا بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ كما تم إطلاق ميثاق إدارة الكوارث الذي يحدد مبادئ التعاون في العمل المناخي لإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وحماية الفيات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ ويتيك كل من الإعلان والميثاق في إطار سلسلة مبادرات كوب 28 التي تهدف إلى تسريع جهود تعزيز المرونة المناخية العالمية وخصصت رئاسة المؤتمر الثالث من ديسمبر كيوم للصحة ضمن جهودها في توجيه اهتمام العالم نحو أهمية حماية المجتمعات من تداعيات تغير المناخ كما تعهد شركاء المؤتمر بما يفوق مليار دولار للتمويل الخاص بالتصدي للمشكلات الصحية الناتجة عن تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر